أكد صاحب أسم الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القاعد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أهمية إلاء خطط التنمية لشركة ألومنيوم البحرين ألباء الأولوية في الإنجاز وهو ما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وخلق فرص العمل النوعية التي تسهم في الارتقاب المستوى المعيشي للمواطن مشيدا بما تسهم بالشركة من دور كبير في تطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني من خلال رفضها لحركة النمو المتصاعد لهذا القطاع المهم ونوها سموه وحفظه الله لدى لقائه بقصر الإيضابية اليوم بسعدة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس دارة شركة ألباء بحضور سيد خالد عمر الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية وسيد تيم موري الرئيس التنفيذي لشركة ألباء بما ستحققه شركة ألباء من نقلة نوعية كبيرة بانشائها لخط الصهر السادس مما سيجعل الشركة أكبر مصهر للألمونيوم في العالم في موقع واحد الأمر الذي من شأنه الإضافة لرصيد الشركة الكبير من التميز على المستوى العالمي وتعزيز الموقع الرائد لمملكة البحرين في مجال إنتاج وتصدير الألمونيوم مشيرا سموه إلى أن ما تحققه الشركة من إنجازات متكررة بكفاءات بحرينية عززت من سمعة المملكة كموقع حاضن للمشاريع الضخمة والشركات الصناعية العالمية هو محل فخر واعتزاز للجميع كونها تتحقق على أيدي أبناء البحرين كما أن سموه رئيس مجلس إدارة شركة ألبا على حصوله على جائزة Life Time Achievement من قبل جوائز قادة الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2015 نظير دوره القيادي المتميز وإسهاماته القيمة في تحقيق الإبداع في تطوير الأعمال مشيدا سموه بالجهود التي يقوم بها رئيسه وعضاء مجلس إدارة شركة ألبا الرامية للاستمرار في تحقيق التميز المشهود للشركة من جانبه قدم ساعدة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على دعمه ومتابعته الحثيثة لمشروع الصهر السادس وما يليه سموه من اهتمام كبير لشركة ألبا والذي له بالغ الأثر في مواصلة الإنجاز والتميز هذا وأكد سعادة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة ألبا أن مشروع خط الصهر السادس لشركة ألبا يعتبر من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة لمملكة البحرين كما أكد سعادته في اتصال هاتفي أن المشروع سيجعل من ألبا أكبر مصهر في العالم فضلا عن العائدة الكبيرة التي ستوفرها للمملكة وتوفير فرص عمل عديدة للمواطنين في البداية بقيت أن تقدم بالشكر إلى القيادة الحكيمة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظ الله ورعاه وإلى صاحب السموه الملكي لأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السموه الملكي لأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النابلول لرئيس منسل وزراء على دعمهم ومؤازرتهم لنا ولهذا المشروع الهام اللي هو مشروع الخط السادس لشركة ألبا هذا يعتبر مشروع استراتيجي لمملكة البحرين وسوف يجعل من هذه الشركة أكبر مصهر في العالم لموقع واحد فطبعا هناك مردود كبير لمملكة البحرين خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص عمل لأبناء هذا الوطن فطبعا عند استكمال هذا المشروع في بداية عام 2019 بإذن الله نتوقع أن يتم توفير ما لا يقل عن 3000 وظيفة ليس فقط في شركة ألبا نفسه ولكن أنا أتكلم عن القطاع قطاع الألمنيوم الصناعات التحويلية فأعتقد أن هذا مشروع كبير يعتبر من أكبر المشاريع في مملكة البحرين وطبعا قرار القيادة الحكيمة في المواصلة في هذا المشروع هو قرار يصد في مصلحة البلد بلا شك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر